رحب الأردن بقرار منظمة الأمم المتحدة لتربية والعلوم وثقافة اليونسكو بخصوص مدينة القدس المحتلة وأسوارها والذي اتخذه مجلسها التنفيذي خلال دورته المائتين وسبعة حيث يؤكد القرار على بطلان جميع إجراءات الاحتلال الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها للمرة السابعة عشر على التوالي يصدر قرار يقر الحق العربي الإسلامي والمسيحي في مدينة القدس بجهود أردنية وبالتنصيق مع جهات عربية أخرى فاليونسكو بالإجماع تقر الحق الإنساني في القدس بأن القدس بكل ما فيها فلسطينية خالصة وهي ملك للفلسطينيين دون غيرهم كما وتطالب الاحتلال بوقف عملية الحفريات فورا وتدعو إلى فتح تمثيل دائما لليونسكو في القدس القديمة ليوفيها هذا التمثيل بمستجدات القدس أولا بأول علينا كفلسطينيين أن نعود إلى الماضي عندما أقرت عصبة الأمم عام 1930 وتحديدا في شهر 12 أن مسجد الأقصى أن حائط البراك هو ملك للمسلمين دون غيرهم في القانون الدولي هناك التوارث الأمم المتحدة هي التي ورثت عصبة الأمم اليوم اليونسكو تأتينا بقرار جديد وبانتصار جديد للقضية الفلسطينية هذا الاستثمار أمام العالم بأننا تحت احتلال وأن إسرائيل تدير الظهر لقرارات الشرعية الدولية وأن إسرائيل هي عاصية على القانون الدولي علينا كفلسطينيين أن نتمسك بهذه القرارات لأنها سلاحنا الوحيد هناك قوة قانونية وأدبية علينا كفلسطينيين أن نستخدمها وأن نستثمرها الاستثمار الأمثل أهمية استثنائية ينضوي عليها هذا القرار فهو يأتي في قمة العدوان على مدينة القدس والمسجد الأقصى جاء قرار اليونسكو في الوقت الذي نقلت فيه السفارة الأمريكية إلى القدس وفي وقت يتعامل فيه الاحتلال مع القدس على أنها عاصمة أبدية للشعب اليهودي ولكن السؤال الأهم هل سيكون التعامل مع قرار اليونسكو كغيره من القرارات كما تجري العادة يمر مرور الكرام دون متابعته وتوظيفه بالشكل الصحيح في الوقت الذي يعتدي فيه على الأقصى على نحو استثنائي من خلال تفويج هذه الأعداد الكبيرة ممن يحقدون على الأقصى وعلى مستقبل الأقصى ثلاث أفواج في آن واحد موجودة في ساحات الأقصى فيما يسمى الأعياد اليهودية اختلفت الصورة كلية أول عدوان من نوعه منذ عام 2003 حتى هذه اللحظة هنا فرصة ذهبية للمطالبة الفورية بتطبيق ويكون هناك لجنة متابعة عربية أردنية أو بتوجيهات أردنية لغرض تطبيق مقرر اليونسكو هذا الأمر هو الأهم إذن هو القرار المناسب في الوقت المناسب حصانة تحرج الاحتلال قانونيا وديبلوماسيا تترافق بخط متوازن مع مقاومة الاحتلال على الأرض من القدس المحتلة زين صندوق رؤية